صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة وروا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إذن من أتاه فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ومن صدقه فقد كفر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب والعراف هو الذي يعرف الضوال الضائعات قال رحمه الله تعالى والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول السائل لم تقبل له صلاة أربعين يوما هذا إذا لم يصدق فإذا صدقه فقد كفر فكيف بالكاهن الكاهن ما هو الحكم عليه فأشك أنه أكبر وأشد المنجم هنا قال يدخل في اسم العراف منجم وعراف ومن اقتبس شعبة من النجوم يقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على القواعد الأرضية سيكون وسيقع وما أشبه ذلك قال رحمه الله وعند بعضهم هو في معناه فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكونوا حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة أو كذبة ومعنى فيقرقرها فيقرقرها يرددها وفي لفظ فيقرها يعني يصيبها وفيما مضى لم تكن السماء محروسة كما حرست بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كما في قول الله وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا فقبل ربما يعني الجن يسترقون يسمعون الملائكة ويركب بعضهم بعضا كما قال بعض الرواه هكذا فتلك الكلمة التي يخطفها الجني فربما خطفها قبل أن يصل إليه الشهاب وربما وصل إليه ويخلطون مع هذه الكلمة التي استرقوها يخلطون معها مئة كذبة إذن يعني هذه نسبة تسعة وتسعين كذب وهذه الكلمة نعم قد تكون حقا و صدقا والجن لا يعلمون الغيب قال الله جل وعلا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فهم لا يعلمون الغيب الذي يعلم الغيب هو الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال رحمه الله وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث الحديث اخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته أي ما يعطاه ما يعطاه يعني مقابل الكهانة ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد هذه الحروف أبجد هوز إلى آخرها يستخدمونها في التنجيم فهذا من ذاك وتنجيم موجود يعني فأظن نسميه نتيجة فلك أو الحظ أو يعني اليوم ماذا ستلاقي قال والضارب بالحصى هذه موجودة صح الضوارب بالحصى لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى بيت الآخر يعني ما الله صانع يعني لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا هؤلاء يعني يكذبون ويأكلون أموال الناس قال رحمه الله ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلاب وأن تستقسم بالأزلاب القداح التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد قال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل يعني عندهم طريقة يخطون وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عيام وغيرهما وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل على إثر مطر عام ذاك البيت لعمرك ما تدري لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع طير تطير يمنى يسرى فقال فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب حديث متفق عليه كما سمعنا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ومسند لإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع والنياحة أي على الميت والأنواع النجوم يعني إذا طلع النجم الفلاني حل المطر الذي ينزل الأمطار هو الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال والنصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسائر الآئمة منهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير هنا تعليق جيد ولا يصح في نظر العقل السليم ما يزعمه البعض من أن للكواكب تأثيرا في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحة والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم قد توسع العلامة من القيم في بيان جهل من يقول بذلك وظلاله وبعده عن هدي الإسلام وتعاليمه أيما توسع في كتابه العظيم وإفتاح دار السعادة على كل الذين سلفوا هذا الطريق أصحاب غواية وظلالة واتبعوا ما تتل الشياطين سلفوا طريق الشياطين التي يعني أوحوا أو الذين أوحوا إليهم بعضهم يعني لا يجيد شيئا ربما لا يعرف ألف باتاثا كما يقال و يبدأ يعني يأخذ له يعني شيئا من الأعشاب وهذه الخرزات وما أشبه بها ذلك ويضحك على الناس والناس يريدون العافية وبسبب الجهل والبعد عن تعاليم الدين يصدقون من هب ودب ومن جاء وضحك عليهم صدقوا وربما عالجوهم بالمحرمات والنجاسة يعني كما حصل من بعضهم أكل سمكا وشوكة حنبت في حلقه يعني لم يذهبوا به إلى المستشفى لكن ذهبوا به إلى مشاوذة فمن شدة الألم انطرح آه كان يستطيع أن يبقى جالسا وهذه المشاوذة يعني هناك ستارة طيب بماذا كانت تعالج جاء هذا المرير الذي يشكو حلقة فبالت وأمرت أن يشرب هو رآها لأنه مستلقي على العرض والمرافقون ما رأوا ذلك هو لم يستطع أن يتكلم فصاح لأنه رأى صاح وحتى خرج العظمي خرج العظمي من حلقه والحمد لله شفاه الله فهؤلاء يكذبون على الناس يكذبون على الناس ولا يفضحهم إلا طلبة العلم وأهل العلم أما العوام والجهل يعني ربما عظموهم ورفعوهم فوق منزلتهم وإذا الجهل خيم في بلد وكثر الجهل فأهل البلد يمسخون والله يمسخون طرعهم يتعلقون بحرز أو يعني بخرز أو بعظم أو بناب وأحيانا بملح يعني لو فتحت حرزا من الحروز ماذا ترى فيه ترى فيه قطعة من الملح أحيانا أحيانا قطرة لا تميز أهي دم أهي حير أهي صبر ما تعرف ما هذا ويعلقون الحروز نعم مرة خرج الإخوة دعوة فدعوا امرأة كبيرة في السن فوق الثمانين من عمرها وعليها حرز لمح بعض الإخوة فنصه فتقول هذا الحرز عملته من أجل أنها ما حملت طيب الآن عندك أولاد قالت أولاد أولادي مزوجون لماذا تحمل هذا الحرز من قبل ومن بعد فلم يزل هذا الطالب بهم حتى اقتنعوا فجاء وقطع من طول الزمن ما بقي حرز أصلا يعني الزمن عفى عليه وانقضى وهناك أحوال يعني ومستجدات ما يسمى بالتقمير وما يسمى ببعض الأعمال والألعاب البهلوانية بعضها تدخل في الكهانة والشعوذة وهذه من زمن قديم هذه من زمن قديم طيب صنعاني في تطهير الاعتقاد قال رحمه الله تعالى وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر بعض الناس لو قيل له اعمل في أعمال مباحة لكنها مهانة عند بعض الناس أباء الآن بيع الكراث أو العمل في الجزارة عنه حلال يعني لكن تعارف اليمنيون على أنها حرفة دون ومهينة وسافلة فلا يمكن أن يفعلوها لكن ترى هذا الذي يستأنف من هذا الفعل يدخل في المحرم ربما بدأ يكتب الحروز والعزائم وجهزها عنده يعني كذا من العدد الحجاب الحرز جالب الرزق يعني لو جلب الرزق لجلبه لنفسه لكن هذا من باب الدجل والكذب على الآخرين ومحوة وصوارف يعني في زوايا البيت والعجب مرة جاء شخص كبير في السن يشكو من صرير في أذنيه قل أنا لا أنام صرير أعرض نفسك على الطبيب لكن ذهب إلى جملة من المشاوذين وعمل له من هذه القلونسوة الكوفية حرز في اليمين وحرز في الشمال وحرز في الأمام يعني من الأربع الجهات وما زال الصرير والأصوات في أذنه طيب كثرت الآن الحروز ماذا نفعت الذي ينفع هو الله جل وعلا أما هذه هذه لا تنفع نعم الدعاء والرقة الشرعية والأدعية تعوذات بالله جل وعلا هذه تنفع لكن هذه خرافات أحيانا تتعجب الله ترى في بعض البيوت ترى قرونا صح؟ قرون يزعمون أنها تصرف الجن وأحيانا ترى شباشب النعال المقطعة على البيوت وأحيانا يعني أكرمكم الله وأعزكم سراويل النساء المقطعة يضعونها صح لا لا لماذا؟ قالوا ترد العين خرافات الذي يرد ذلك هو الله جل وعلا وإن يمسس كالله بضر فلا كاشف له إلا هو الذي يكشف الضر هو الله أمن يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء عجائب وغرائب قلوا ماذا؟ لا هذا يعني يعرف عن طريق المنخفض الجوي هذا ليس يعني مثلا سيأتي بارد هناك يعني ما يسمى بالفلك لا هذا لا يدخل في هذا أو الإخبار بأنه سيكون يعني مطر بسبب أنهم قاسوا الرياح وما أشبى ذلك هذا لا يدخل في هذا لكن ادعاء علم الغيب يعني سيقع كذا وينظر إلى النجوم وسيحدث كذا ومما يذكره المترجمون أن منجما يمنيا قال قال سيكون في عيد الأضحى دماء تسيل من كذا إلى كذا يعني لا أحد يحضر إلى الصلاة ف الذي حدث أن الوالي أمر بكذا من الأبقر فذبحت في نفس المكان فخلط عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن صياد خلط عليه يعني أمر لله جل وعلا قال الصنعاني أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلال بأفواههم ويقولونها بألصنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي فهم من أجناد إبليس يعني بعضهم ترى يبدأ يقول الله 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 يعني كلما حمي إلى أن يصل هو هو ويصير كنباح الكلاب ما في ذكر بهذا الضمير وهكذا حركات عجيبة ما في قلبي إلا الله ما على هذا الحال لا إله ارمي بها خلف ظهره لا إله إلا الله تقلا في قلبه على هذا الحال حركات يعني توصلهم إلى الشعوذة قال رحمه الله فهم من أجناد إبليس ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلل التلبيس فإن إطلاق لفظ الجلالة مفردا عن إخبار مفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلأ ولا توحيد وإنما هو تلعب بهذا اللفظ بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم بإخلائه عن معنى من المعاني ولو أن رجلا عظيما صار يسمى زيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استيزاء وإهانة وسخرية ما صحيح الله 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 لو أن شخصا أتى إلى زيد 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 ماذا تريد زيد زيد تفضل زيد زيد انصرف زيد زيد ما حاجتك زيد زيد هذا مجنون هكذا وعلى هذا الحال قال سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ ثم انظر هل أتى في لفظه في لفظة من الكتاب والسنة إلى أن قال فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة وخوارق كطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية وأكلهم النار ما شاوذون ترى أحيانا يرهب الحاضرين صح يعني يرهب إرهاب عجيب يأخذ فأسا ويضرب على رأس تقول له لا إله إلا الله هذا رأسه قوي الفأس لا يؤثر فيه يأخذ السيف وأدخله في عين صح ترى يأخذ الحنش وأدخل الحنش في بطنه ويظهر رأسه يظهر رأس الحنش يزعم أنه يأكل الحديد والرصاص يزعمون هذا لكن إذا حانت يعني ساعة الصفر كما يقال ينكشف الغطاء يعني سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يعني هكذا يأكل أموال الناس ساحر هندي جاء إلى بعض الدول ويزعم وبخفية أن من أعطاه مئة ريال أعادها ألفا جديد فيعطونه مئة ريال وفي أعينهم أن هذا قد استبدله بألف من الجديد وجمع ما جمع ثم لما السافر وبطل السحر جاء صاحب المال وإذا بها أوراق أوراق جرائد نعم قطعها وأعطاهم إياها نعم شاول وهكذا يعني بعضهم يعني كما أخبرنا هذا الإخوة يعني في بعض الأماكن يأتي ويضع له يعني هذا الذي يدخل فيه الهوى في الكفر نعم عند المنشري ويأتي ويعبه هوى من فمه فأتنفق بطنه الناس يخافون ينفجر فإذا كبرت بطنه وصار مليئا بالهوى في نظر الناس جاء وعمل حركة من دبره فخرج الهوى هذا من يعني الكذب والدجل يعني يكذبون على الناس ويأتون بأعمال وربما خوفوهم يعني كان طالبا من طلاب الشيخ رحمه الله يعني له رسالة جميلة من أصحاب حضر موت ذهب بعض الناس واشترى كبشا فمر على مثل هؤلاء فلما مر قال له أعطني الكبش وإلا صيرته كلبا قال له لا 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 تصيره كلبا اقسمه نصفين كبشين لي كبش ولك كبش لماذا تصيره كلبا أنا لا أستفيد وأنت لا تستفيد أنا موافق هو أضاحي اقسمه نصفين كبش لي وكبش لك لا يكون كلبا لا أستفيد لا أنا ولا أنت فيستخدمون الأحوال الشيطانية وكنات أمور ومستجدات فالإنسان يعتصم بالله ولا تأتي إلى هؤلاء الكهنة الكذبة أتباع الشيطان ترجمة نانسي قنقر